في كتاب الصحيح الجامع المعروف بصحيح البخاري بيقول فيه الإمام حديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحبوا لأخيه ما يحبوا لنفسه يعني مفيش مسلم هيكتمل إسلامه وإيمانه لحد ما يحب الخير لغيره زي ما بيحبوا لنفسه بالزبط النبي وأصحابه كانوا بيتمنوا أن الناس كلها تدخل الإسلام أصل لداء حلوة الإيمان بيبقى عاوز يوصلوا للناس كلها علشان يفرحهم ويريح قلوبهم زي ما هو ارتاح وعشان ربنا سبحانه وتعالى يرحموا ويرحمهم ويدخلوا كلهم مع بعض الجنة ده حتى على رأي اللي قال الجنة من غير ناس ما تندأس شوف يا بو عمه أنا عاوزك تدخل على المقدمة تمد استمرت الدخول وتجيني تاني بس الأول أنت عارفة تمد استمرت الدخول إزاي؟ أول حاجة هتعمل لايك للفيديو تاني حاجة هتشترك في القناة ثالث حاجة هتعمل الشير في الخير وده طبعا مش أمر مني ده فضل وكرم منك وأوعى تنسى الجنة من غير ناس ما تندأس فضل على المقدمة وأنا مستني فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني ظلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك يا بعمو في شرح آية جديدة من سلسلة شرح القرآن وأنا صغير كنت أرنوب كده في نفسي بس تشاقي حبتين بس كنت رغاي وبسأل كتير وانت بسمع في القرآن آيات كتير وقصص كتير عن اليهود وعن بني إسرائيل وعن سيدنا موسى وكنت بسأل نفسي هم الناس دول حلوين ولا وحشين يعني الناس دي مؤمنين ولا كفار ولما هم كفار القرآن بيتكلم عنهم كتير ليه كده ليه في كل صورة لازم تلاقي قصة أو قصص لبني إسرائيل ليه لازم تلاقي قصة أو قصص برضو لسيدنا موسى اشمعنا بني إسرائيل واشمعنا اليهود اللي متكررت ذكرهم في القرآن الكريم أكتر من مرة ولما كبرت شوية اكتشفت إن بني إسرائيل هم أكتر مجموعة بشرية ذكرت في القرآن الكريم وإن أغلب القصص الموجودة في القرآن عن بني إسرائيل قال له زي يا عم ده أنا استغربت أكتر وبدأت أدور في الموضوع ده وبعد وقت من الإراية والبحث اكتشفت إن بني إسرائيل وصلوا المرحلة من الكفر هي الأعلى على الإطلاق دول كانوا واخدين الجيزة الأولى في الكفر والقرآن بلا منازع وهو ده السبب ربنا سبحانه وتعالى كان بيعلمنا بالطريقة اللي احنا بنرب بيها أولادنا احنا مثلا مع أولادنا دايما بنقرنه بغيره يعني مثلا بنقوله بص على فلان عمل إزاي علشان ما تعلمش وما دخلش مدارس وبص على فلان صحته عمل إزاي من شرب السجاير وبص على ده وبص على ده وبص على ده بنزرع في عقول ولادنا طباع العبرة والعزة علشان نخوفهم وما يطلعوش زيهم في المستقبل وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيربينا عليه ربنا سبحانه وتعالى جاء في القرآن قصص كتير جدا عن بني إسرائيل ومعاملتهم مع الأنبياء والرسل والسبب هو إن بني إسرائيل وصلوا مرحلة كبيرة جدا من الكفر والضغيان فربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا هو عمل معهم إيه وبرضو هم كفروا وفي النهاية بسبب كفرهم ربنا عزبهم إزاي وربنا جاب القصص دي علشان إحنا ناخد العبرة والعزة وما نعملش اللي بني إسرائيل كانوا بيعملو فربنا بيورينا هم عملوا إيه من غلطات وبيحذرنا إننا ما نعملش زيهم وإلا عذاب ربنا هيكون شديد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا وشديد الحرص على إن الناس كلها تؤمن برسالته وبرضو أصحابه اللي مؤمنين به كانوا حريصين جدا على توصيل الرسالة دي لأكبر عدد من الناس وده طبعا حبا للخير عاوزين الناس كلها تكون مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ويدخلوا معهم الجنة عاوزين الخير للناس كلها مش أكتر ولا أقل كانوا عاوزين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعدل والسلام والحرية والمساواة ينتشروا في العالم كله فالنبي أصحابه كانوا طمانين وعشمانين في إن اليهود يؤمنوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعوا ربنا سبحانه وتعالى ويتوبوا إليه بعد الزنوب اللي عملوها من تحريف التوراة وغيره ولو اليهود آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا سبحانه وتعالى إن شاء تاب عليهم ومحى ذنوبهم كلها فالنبي وأصحابه كانوا عشمانين ومستنيين اللحظة اللي اليهود يعلنوا فيها إيمانهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بس ربك علام الغيوب نزل آية في القرآن الكريم كانت هي الجازمة في إيمان اليهود أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وده سؤال استنكاري أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ومعنى استنكاري زي إنك مثلا حد يقول لك وهو أنت مستني فلان يروح معاك يبقى قابلني أو زي إن حد مثلا يقول لك أنت هتنجح في الكلية إزاي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ربنا سبحانه وتعالى هنا بيخاطب النبي وأصحابه بيقول لهم هو أنتو طمعنين وعشمنين إن اليهود يأمنوا بيكم وبرسالتكم طب إزاي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ده كان فيهم شوية ناس وهم العلماء أو رجال الدين اليهودي واسمهم الحاخامات أو الأحبار بيسمعوا وبيوصلوهم كلام ربنا سبحانه وتعالى وبعد ما يدرسوه ويتعلموه ويفهموه برضو بيحرفوه المقصود في قوله تعالى يسمعون كلام الله كلام الله هنا المقصود بها التوراة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نزل التوراة على سيدنا موسى في شوية ناس كده بقوا متخصصين في التوراة أو في الدين اليهودي ودول بيبقى اسمهم الحاخامات أو الأحبار ودول متخصصين في دراسة الدين اليهودي أو متخصصين في دراسة التوراة زي المسلمين كده بيبقى عندهم القرآن الكريم والسنة النبوية في ناس بتبقى متخصصة في دراسة القرآن والسنة وبيبقى اسمهم الشيوخ هم زي كده بالزبط ناس متخصصة في دراسة الدين أو في دراسة التوراة عندهم وبيبقى اسمهم الاحبار او الحاخامات. والناس دي كانت مهمتها الوحيدة انهم يتعلموا التوراة كويس جدا ويعلموها للناس. ومش يعلموها للناس وبس لأ دول كانوا كمان بيحكموا بين الناس بالتوراة. الناس دي زي ما احنا قلنا اتعلموا التوراة كويس. بس كان فيه مشكلة. المشكلة هو انهم كانوا حصرينها في نفسهم. يعني ايه? يعني كانت التوراة او علم التوراة او العلوم الشرعية في الدين بتاعهم كانت مختصة بهم هم وبس. ما فيش حد غيرهم يعرف الدين ده في ايه? يعني الرجل اليهودي ما كانش يعرف اكتر من انه وازاي يصلي وازاي كزا وازاي كزا وازاي كزا. لكن انه يبقى متعمق في الدين وفي تفسيره او متعمق في التوراة والمعاني المراد منها ده ممنوع. ده ما ينفعش غير للناس المتخصصة وبس. ما ينفعش غير للاحبار زي ما نقول احنا مثلا كهانوت. كان عندهم كهانوت. الاحبار والحاخامات بقوا مسيطرين على التوراة. وبقوا هم المتحكم الوحيد فيها. وبسبب كده جت لهم الفرصة انه هم يغيروها ويحرفوا فيها. وجابوا الحلال خلوه حرام وجابوا الحرام خلوه حلال وجابوا الحق خلوه باطل والباطل خلوه حق. وبقوا بيلعبوا فيها على مذاجهم وهواهم وزي ما هم عايزين. وكانوا تحت امر الحكام. زي ما بنقول احنا كده كانوا شيوخ السلطان. كانوا بيبرروا اي حاجة وكل حاجة يعملها الحاكم. ومش بس كده. لأ. كانوا برضو بيستخدموا التوراة لللي يدفع اكتر. يعني واحد مثلا ابنه زنة او قتل او سرنة. واتقبض عليه وعاوز ان هو يطلعه. ومفيش امل قدامه غير انه يستخدم رجال الدين. علشان يشهدوه بان اللي هو عمله ده التوراة بتحلله وعادي وموجود في التوراة وربنا سبحانه وتعالى مش بيعاقب عليه فاحنا مين علشان احنا نعاقب على حاجة زي دي. فالراجل ياخد قرشين حلوين كده ويطلع على الحبر او الحاكم. ويدي له الفلوس. ويقول له احنا عاوزينك تعمل كذا 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 كذا. ابني عمل كذا وعاوزينه بتطلعه. وتشهد ان اللي هو عمله ده موجود في التوراة. الحاكم ياخد الفلوس. ولو ملقاش حاجة في التوراة تطلع الوات ده بريء. كان بيكتبها هو ويلعب فيها ويقول للناس هي ده التوراة من عند الله. وربنا بيقول ان ده بريء. فاحنا مين علشان نحكمه? كانوا بيستخدموا التوراة وبيلعبوا فيها وبيحرفوها وبيغيروها. وصلت انهم يغيروها ويغيروا في كلامها لللي يدفع اكتر. اللي كان معا فلوس هو اللي بيسيطر على رجال الدين اليهودي. ورجال الدين اليهودي كانوا مسيطرين على التوراة. يحرفوها ويلعبوا فيها ويغيروا في معانيها ويغيروا اصلا اياتها. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. كانوا بيتجروا بالتوراة وبيتجروا بكلام الله سبحانه وتعالى. اللي يدفع اكتر نغير له فيها ونغير له في اياتها ونغير معانيها ونحرفها عادي يعني. وللأسف دحى الناس كثير من المسلمين بيبرروا للحكام ظلمهم وافعلهم القذرة. وده طبعا بيكون باستخدام القرآن الكريم. بخضر الشعب بكلمة واعطيعوا الله واعطيعوا الرسول واقولي الامر منكم. علشان يحشدكم تحت حكم ظالم. بس مش بيكلموكم على كره ربنا سبحانه وتعالى للظلم. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم حرص من الظلم ويمكار الدين الاسلامي للظلم والظالمين. مش بيكلموكم على عذاب الظالم يوم القيامة. مش بيكلموكم على ازاي ربنا سبحانه وتعالى يذل الظالمين في الدنيا والاخرة. واحنا كمسلمين مش بنبرر للحكام بس باستخدام القرآن. لا. احنا كمان بنبرر افعلنا قذرة باستخدام القرآن. زي مسلا شاعر بيقول دع المساجد للعباد تسكنها. وطف بنا حول خمار ليسقينا. لم يقل ربك ويل للذين سكروا. وانما قال ويل للمصلين. استخدم اية في القرآن واشتذأها من موضعها. وحرفها وحرف معناها علشان يبرر نفسه شرب الخمر. فانا عاوزك تاخد بالك من ده كويس. الحرام حرام. والحلال حلال. الحلال وبين والحرام وبين. لو عملت غلط اعترف بي. واستغفر ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيخفر لك. انت مش ملاك عشان تزهر قدام الناس كويس وما فكش غلطة. كلنا بنغلط بس ربنا بيسترنا. ربنا يسترك لما تعترف بزانبك قدام ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. وتتوب منه. وما تعملوش تاني ابدا. لكن انك تعمل الغلط. وتبرره لنفسك. وباستخدام القرآن او باستخدام الدين. دي في حد ذاتها من اكبر المصائب. وعلشان ما طولش عليك خلاصة الاية دي. هي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي واصحابه ما تتعشموش وما تستنوش وما تطمعوش ان الناس دي تؤمن بكم. الناس دول غيروا اكتاب ربنا. غيروا التوراة اللي فرحنين بيها قدام الناس. اليهود فرحنين بالتوراة قدام الناس. وشايفين نفسهم بالكتاب ده. ان مفيش حد احسن منهم في الدنيا دي كلها. ان هم احسن ناس واطهر ناس موجودين على الارض دي. فالتوراة اللي هم بيتفشخروا بيها وفرحنين بيها قدام الناس. وبيتباهوا بيها على خلق الله. هم اصلا غيروها. ولعبوا فيها. وحرفوها. اذا كان هم عملوا كده مع الكتاب بتاعهم اللي هم فرحنين بيه. وعملوا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. فازاي انتم مستنينهم يؤمنوا بكم ويصدقوكم. ربنا بيقول للنبي واصحابه. يا محمد ما عليك انت واصحابك الا البلاغ. احنا كلفناك يا محمد بالبلاغ وبس. مفيش حاجة تعملها اكتر من انك تبلغ الرسالة. والباقي ده على ربنا سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسارات. ان شاء الله اشوفك في الحلقة الجاية. بس ما تنساش تشترك في القناة علشان احنا لسه مستمرين لحد اخر المصحف بعون الله. وعاوزك تحب الخير لغيرك زي ما النبي واصحابك انه بيحبوا الخير لغيرهم. ما تنساش الحديث ده ابدا. وركز فيه كويس جدا. لا يؤمنوا احدكم. حتى يحبوا لاخيه ما يحبوا لنفسه. زي ما بتحب لنفسك انك تكون قريب من ربنا. حب كمان لغيرك انه هو يكون قريب من ربنا معك. علشان لما تيجي يوم الايامة وتلاقيه قدامك. تفرح. ما تنساش. الجنة من غير ناس. ما تندس. والله ما تندس. سيدنا ادم كان ماشي في الجنة لوحده. حس بالوحدة. واستوحش في الجنة. الجنة يعمل فيها اللي هو عاوزه. بس علشان كان لوحده من بني جنسه. كان حس ان هو وحيد. ومش طايق ان هو يقعد فيها. فربنا سبحانه وتعالى خلق له السيدة حوا. الجنة فعلا من غير ناس. والله ما تندس. اعمل شير في الخير. واعمل لايك للفيديو. واشترك في القناة. هستناك ان شاء الله كل ثلاثة جمعة الساعة واحدة الظهر. شوفك على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني ظلما اشترك في القناة.